اهلا وسهلا بكم هذا الموجز من قناة التناصف تظاهر عشرات المواطنيين في ميدان الشهداء بالعاصمة ترابلوس رفضين تواصل المراحل الانتقالية المظاهرة والتي انطلقت عشية الجمعة بتنظيم من حراك 30 مارس دعت إلى الاستفتاء على مصورة الدستور قبل المضي قدما في الانتخابات إلى ذلك رفع المتظاهرون شعرات طالبوا فيها بتوحيد مؤسسات الدولة وتحسن الوضع الاقتصادي وعدم المساس بقوة الليبيين وإقفال الموانئ النفطية كما شدد المتظاهرون ضمن حراك 30 مارس على عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم دعينا في الوقت ذاته إلى المصالحات الوطنية الشاملة في سبه تجددت الاشتباكات في المدينة الجمعة بالأسلحة التقيلة والمتوسطة منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات اللواء السادس مشاه التابع لرئاسي المقترح ومسلحين تابعين لقبيلة تابو وذكرت مصادر محليان الاشتباكات تتمركز في محيط قلعة سبهة في المدينة حول إثرها مسلح تابو السيطرة على مقر اللواء السادس دون أي تفاصيل تذكر عن أي خسائر مادية أو بشرية أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان المنحل وفي الارتفاع عددي قتل التفجير الذي استهدف مدخل أجدابيا الشرقي إلى ستة قتلة وتسعة جرحة وأضفت الوزارة في بنيلها أن حالة الجرحة تراوحت بين الحرجة والمتوسطة والخفيفة مشيرة إلى أن الجرحة يتلقون العلاج في مشفى محمد لمقاريث بأجدابيا لذلك عبرت الوزارة عن إدانتها الشديدة لما وصفتها بتكرار العمل الإرهابي عبر استهداف المواطنين في مدخل مدينة أجدابيا فكر مصدر أمنية الإفراج عن عميد بلدية رابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال بضمان احتجاز جواز سفره للتحقيق معه بمكتب النايب العام وذلك يوم الأحد القادم وأضف المصدر في تصريح له بأن الإفراج عن بيت المال جاء بعد إحالته من القاطع الأمنية المدينة القديمة إلى قسم التحري والقبض بجهاز المباحث العامة بغية التحقيق معه فيما وصفه بالتجاوزات المنسوبة إليه مشيرا إلى وجود أوامر قبض من مكتب النايب العام على بعض المعنيين المباشرين في قضية عميد بلدية رابلس في خبر أخير عربي حيث سشهد 13 فلسطينيين على الأقل وأصيب نحو 1150 آخرين بجروح متفاوتة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بمسيرة العودة الكبرى في غزة وتوافد ألاف الفلسطينيين منذ ساعة الصباح الأولى إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض كما شرك قياديون فلسطينيون بارزون في مسيرات العودة وكسر الحصار في مختلف مناطق القطاع إلى اللقاء اشتركوا في القناة